السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم سوف نتحدث عن أفضل المحافظ الإلكترونية وهي محفظة باير حيث أن الكثير من محبي الربح من الانترنت يريدون أن يستقبلوا الأموال ويرسلوا الأموال من وإلى بعضهم ومن المواقع التي يعملون عليها ولكن يوجد الكثير من المحافظ الإلكترونية التي من خلالها تستطيع أن تستقبل أموالك عليها ومن أهم هذه المحافظ هي محفظة باير الإلكترونية التي سوف تحل لك العديد من المشاكل لأنها سوف تمكنك من استقبال وإرسال الأموال إليها من البنوك مثل بايبال وبايونير وغيرها وهذا ما يميز هذه المحفظة عن غيرها من المحافظ وهي قلة الرسوم المدفوعة أثناء التحويل إليها والآن تابعوا معي شرح مميزات هذه المحفظة الإلكترونية كيفية تحويل الأموال وذلك إما بالإيداع أو السحب ثم عمولة هذا البنك بايير وفي الأخير سأريكم طريقة إنشاء هذا الحساب من البداية حتى التفعيل إن شاء الله وفي نهاية هذا الفيديو إن شاء الله إن قمتم بتتبع هذه الخطوات التي سأشرحها في هذا الفيديو فسوف تحصلون على حساب بايير مفاعل تستطيعون إيداع وسحب أموالكم بندون مشكل إن شاء الله إذن ما هو موقع بايير؟ فبالنسبة لمحفظة بايير هي أحد خيارات الدفع والاستلام المميزة على الإنترنت تم تأسيس هذا البنك الروسي في عام 2012 وهو خيار إلكتروني فقط أي أنه لا يمتلك أي فروع على أرض الواقع فبالنسبة لمميزات بنك بايير فهو بنك صادق ودسمعة جيدة يدعم عشرة عملات مختلفة منها الروبل الروسي عملات سحب وتحويل منخفضة جدا على عكس بنوك أخرى مثل سكريل وطايبال لا يحتاج إلى تفعيل الحساب بالهوية حتى تتمكن من استخدام المحفظة يحتوي على خيار التحويل بين العملات بعملات بسيطة تستطيع بيع الرصيد الخاص بك بسعر أعلى من سعر السهب وسعر الدولار العادي سهل جدا في الاستخدام يمكنك سحب وتحويل حتى ألف دولار يوميا بدون تفعيل الحساب ثم يحتوي على وسائل حماية متنوعة لحماية محفظتك من محاولات الصرقة وأخيرا يمكنك من خلال تداول العمولات سواء الرقمية أو العادية أما بالنسبة لكفية إيداع الأموال من باير فيتم إيداع الأموال في باير عبر ماستر كارد أو الفيزا مقابل عمولة بنسبة 3% الإيداع يتم عبر بانك باير الإلكتروني من خلال التحويل البنكي مقابل عمولة نسبة 1% أو الإيداع في باير عبر بانك سيبا مقابل عمولة نسبة 1% كيف أسحب الأموال من باير؟ يتم سحب الأموال من باير عبر التحويلات الفورية كما يتم سحب الأموال عبر البريد الإلكتروني كما يتم كذلك سحب الأموال من باير لحساب بنكي خاص بالشخص بطريقة مباشرة وذلك في حالة كانت دولة الشخص توفر دعم تلك الخدمة كما يتم كذلك سحب الأموال من بانك باير عبر الفيزا وماستركار إذن ما هي العمولات الخاصة بهذا البنك؟ فاستلام الأموال في بانك باير يكون مجانا ثم التحويل عبر بانك باير عمولة 0.95% وهي نسبة جيدة جدا ثم التحويل لبانك باير بنسبة عمولة 9% وسحب الأموال من بانك باير ذات تراوح نسبة العمولة ما بين 3% إلى 5% لكل عملية سحب إذن إخواني هذا هو الشرح المفصل لبانك باير حتى تعرفوا ما هو أصلا البانك ما هيته وكيف أتعامل معه والآن سأريكم طريقة إنشاء الحساب وتفعيله بكل سهولة تابعوا معي إخواني إذن أولا الموقع هو على الشكل التالي سوف تجدون رابطة في وصف هذا الفيديو نقوم بالداب إلى أفغير أن كونت بعدها نقوم بإدخال الإيميل الذي سوف نستعمله في هذا الحساب ثم بعدها Create Account ثم الآن سوف نتوصل بكود في الإيميل الخاص بنا يجب علينا الدخول إلى الإيميل ثم نسخ الكود ووضع في هذه الخانة والآن Create Account إذن هنا سوف نقوم بإدخال المدبس الخاص بنا هنا ثم نقوم بإعادته هنا وهذا الكود يجب عليكم أن تحتفظوا به إخواني لأنه هو الكود الذي سوف تقومون بإعطائه لأي شخص يريد إرسال لكم الأموال ثم هنا نقوم بإدخال الإسم الخاص بنا والنسب وكذلك الدولة إذن مبروك عليكم إخواني قمتم بإنشاء الحساب هنا لدينا الملف الخاص بنا به جميع المعلومات الخاصة بنا إذن هذه المعلومات سوف تتحصلون عليها إذا قمتم بتحميل هذا الملف من هنا وهذه المعلومات هي اللوغين يعني الرقم التعريفي الخاص بالحساب هنا الباسورد الخاص بكم وهنا الإيميل الخاص بالتسجيل وهذا الكود السري الذي يجب عليكم أن تقوموا بحفظه لأنه هو الذي سيمكنكم من التواصل مع دعم هذا البنك إذن الآن سوف نذهب إلى البروفايل وهنا النقطة الأهم هنا سوف نقوم بهذه المعلومات إخواني هنا لدينا حساب شخصي هنا عملة التي تريدون بها الحساب هنا الإيميل وهنا يجب عليكم أن تدخلوا رقم الهاتف الخاص بكم هنا تيلجرام إن كان لديكم ثم هنا الإسم والنسب ثم الخطوة التالية إذن هنا إخواني يطلبون منكم طريقة تفعيل الحساب هل بالباسبورد أو الإديكارد يعني البطاقة الوطنية أو بطاقات أخرى فأنا سأختار الإديكارد وهنا أقوم بتحميل البطاقة الوطنية من الجهتين إذن انتهيت من ملء هذه البينات ثم هنا وطيقة تدل فعلا بأن العنوان الخاص بك صحيح كفواتير الكهرباء أو الماء أو أي وطيقة أخرى المهم يجب أن تتوفر على الإسم الخاص بك كامل ثم العنوان الذي قمتم بالتسجيل إذن انتهينا من هذه الخطوة أقوم بإرسال هذه المعلومات وأنتظر الموافقة من دعم هذا البنك إذن هنا سوف أتلقى الإجابة في ثلاثة أيام على أقصى تقدير ورغم أن الحساب غير مفاعل يمكنكم إرسال واستقبال الأموال لكن في حدود الألف دولار يوميا إذن هذا مبلغ كبير جدا خصا إن كنت في بداياتك أخي الكريم إذن إخواني كان هذا هو شرح اليوم إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي دي أول زر لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك جديدنا أول بأول ودمتن في رعاية الله شكرا